تتضمن النسخة الجديدة من مهرجان الشيخ زايد آلاف الفعاليات الترفيهية والتثقيفية حيث يضم المهرجان 21 حيا شعبيا عالميا ومسارح وعروضا فلكلورية ويقيم أكثر من 4500 فعالية ثقافية عالمية وأكثر من 750 عرضا وفعالية جماهيرية كبرى تناسب كافة الأعمار وسط إجراءات احترازية وقائية وصحية دقيقة بالتعاون مع الجهات المسؤولة المزيد في تقرير الزميل أحمد الهوتي عندما نتحدث عن الأصالة والعراقة والتاريخ فإننا نتحدث عن مهرجان الشيخ زايد الذي سنأخذكم اليوم في رحلة عبر الحضارات من العاصمة الحبيبة أبو ظبي وسط أجواء عائلية بامتياز يقدم مهرجان الشيخ زايد لزائريه آلاف الفعاليات الترفيهية والتثقيفية تناسب كافة أفراد المجتمع لتأخذهم في رحلة عبر الحضارات السنة العاشرة لهذا المهرجان المهرجان يحتوي العديد من الأهداف وهو المحافظة على عادات وتغاليد مجتمع دولة الامارات كذلك عادات وتغاليد مجتمعات دول الخليج الدول العربية الدول الصديقة إبراز تراث والأشياء التراثية في هذه الدول بطريقة تشوق الزاير اليوم في إمارة أبو ظبي يعد هذا المهرجان من المهرجانات الرئيسية وواجهة سياحية لزوار دولة الإمارات وإمارة أبو ظبي بالأخص الأحياء الشعبية والتراث المعماري والأسواق والمنتجات والأهازيج التقليدية تعد من أهم المكونات الرئيسية للحضارات لذا يقدم المهرجان وبمشاركة 22500 ضيف وعارض من شتى أنحاء العالم بالإضافة إلى أكثر من 4500 فعالية ثقافية عالمية تعكس كل منها جوانب مختلفة من هذه الثقافات طبعا الشيخ زايد طيب الله ترى كان حريص على المحافظة على تراث دولة الإمارات والارتقابه وتوصيله لأجيال المستقبل الحرص يعني كبير على أن كنت اليوم توصل رسالة لمقيمين الدولة وكذلك زائرين الدولة والمتابعين للقنوات دولة الإمارات على الأشياء التي نفتخر بها لحن كإماراتيين يعد مهرجان الشيخ زايد ضمن أهم الفعاليات الثقافية على مستوى العالم وهو انعكاس لرؤية مؤسس الإمارات وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل الهيان طيب الله ثرى ففي الوثبة تستضيف الإمارات سنويا عشرات الدول بحضاراتها وثقافاتها وبذلك تؤكد على أن الإمارات ملتقى الحضارات شكرا عشرات اشتركوا في القناة